السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحضير نص الإنسانية العامة وهو موجود بمرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الثانية ثانوي إعدادي وتحديدا بالصفحتين السابعة والستين والثامنة والستين إذن نبدأ على بركة الله بعتبة القراءة من خلال ملاحظة مؤشرات النص إذن صاحب النص إذن هو مصطفى لطفي المنفلوطي وهو كاتب مصري ازداد سنة 1876 ببلدة منفلوط لهم جمعة من الأعمال الأدبية منها النظرات والعبارات إلى غير ذلك فيما يخص الصورة اللي موجودة عنا في الكتاب اللي عندكم تم في الكتاب فهي تجسد أعلام دول تمثل جنسيات مختلفة وكل عالم بمثابة ورقة شجرة ترتبط جذورها بالأرض مجال النص إذن هذا النص فهو ينتمي لمجال القيم الإنسانية أما نوعية النص فهو عبارة عن مقالة وعنوان هذا النص هو الإنسانية العامة هذه الإنسانية العامة تركيبياً فهو يتكون من مركب وصفي إذن مركب وصفي فيه صفة وموصوف إذن الإسم الموصوف عنا هنا هو الإنسانية أما الصفة التي أطلقناها على الإنسانية فهي العامة الإنسانية العامة إذن هذا مركب وصفي والموصوف هنا الموصوف اللي هو الإنسانية فهو اسم منسوب إلى الإنسان إنها دياء النسب الإنسانية إذن اسم منسوب إلى الإنسان أما دلاليا فالإنسانية العامة فهو يدل على العلاقات الطيبة التي تجمع الناس بغض النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وثقافتهم وانتماءاتهم الجغرافية والصورة التي تدل على هذا الأمر رغم اختلاف الجنسيات والثقافات والأديان والمعتقدات والمناطق الجغرافية فهذا يجعل الناس أو يجب على الناس رغم كل ذلك أن يعيشوا في ظل علاقات طيبة تجمع بينهم بداية النص إذن تحدد بداية النص مفهوم الجامعة الإنسانية وارتباطها بالإنسان وتطوره أما نهاية النص فيتختزل الأخوة الإنسانية التي لا تؤمن بالفوارق والاختلافات إذن طلاقا مما سبق سنبني فرضية القراءة إذن بناء على العنوان وبداية النص ونهايته نفترض أن موضوع النص يتناول مفهوم الإنسانية العامة وتجليات الأخوة الإنسانية إذن سنتقدم أكثر في تحضير هذا النص من خلال القراءة التوجيهية وفيها سنبدأ بالإضاحة اللغوية وشرح الكلمات الصعبة إذن تستحيل لدينا كلمة تستحيل فهي بمعنى في النص جاءت بمعنى تتحول ثم سهله أي سعادته لدينا النظر الشزراء أي نظر فيها غضب تنفصم تتفرق عروة بمعنى رابطة لواعج البغض شدة الكراهية المقت تعني البغض سهد بمعنى آرق يتلضى أي يحترق المتلهف أي المتشوق النكبات جمع نكبة وتعني مصيبة فيما يخص المضمون العام للنص فالكاتب عبر في هذا النص عن مفهوم الإنسانية العامة وارتباطها بالإنسان وآثار غيابها ومظاهرها في المجتمع إذن يمكن أن نتأكد من صحة فرضيتنا بناء على فهمنا للنص ثم القراءة التحليلية إذن على المستوى الدالي فهناك معجم أوصاف وخصائص الإنسانية العامة إذن كما جاء في النص الجامع الإنسانية الجامعة الأساسية الإنسانية وحدها لا تكثر فيها ولا غيريا أقرب الجامعات إلى قلب الإنسان أعلقها بفؤاده ألسقها بنفسه إلى غير ذلك ثم معجم صورة الإنسان في مظهرين متناقضين إذن صورة الإنسان السلبي وصورة الإنسان الإيجابي إذن صورة الإنسان السلبي تدل عليها كلمات مثل حزن، كفر، فساد، إعوجاج يحمل لواعج البغض يطيل السهد، يقلق المتجع يحبب صورة الموت يبغض وجه الحياة إلى غير ذلك ثم صورة الإنسان الإيجابي سهل، إيمان، صلاح، استقامة يبكي لمصاب من لا يعرف المخاطر في سبيل غيره يقف وقفة الحزين المتلهف إن كان ضعيفاً يندفع دفاع الشجاع المستقتل إن كان قوياً يسمع حديث النكبات فيخفق قلبه وتطير نفسه إلى غير ذلك أما على المستوى الدلالي فمضامين النص يمكن أن نقسمها إلى أربع فقرات إذن الفقرة الأولى مفهوم الجامعة الإنسانية وارتباطها بحالات الإنسان وتطوره الفكرة دي الفقرة الثانية الإنسانية وحدة لا تعرف أو لا تعترف بالاختلافات والفوارق بين الناس مهما كانت وفكرة الفقرة الثالثة الآثار السلبية لغياب الإنسانية بين الناس أما الفكرة الأساسية للفقرة الرابعة مظاهر الأخوة الإنسانية نمر لأسلوب النص إذن اعتمد الكاتب في مقالته أساليب مثل أسلوب التفسير بحيث يفسر مفهوم الإنسانية العامة أو الجامعة الإنسانية ويشرح ما يتعلق بمظاهرها وما يفسدها من أعراض سلبية ثم أسلوب المقارنة حيث يقارن الكاتب بين صورة الإنسان الإيجابي وصورة الإنسان السلبي فيما يخص صفة الإنسانية كذلك أسلوب التمثيل حيث يقدم الكاتب أمثلة توضح مظاهر الإنسانية العامة مؤشرات الأسلوب في الفقرة الأخيرة أما فيما يتعلق بالخصائص الفنية لهذا النص فيمكن أن نحددها كما يلي إذن هناك التضاد من خلال استعمال كلمة وضدها مثلا استقامة إعوجاج أطوال ضدها أعراض يحبب يبغض الماء النار ضعيف قوي المشرق المغرب أيضا أولا آخرا بر بحر سهل حزن حياة موت إيمان كفر صلاح فساد السماء الأرض إذن مجموعة من الكلمات وأضضادها أيضا هناك الترادف الكلمة ومرادفها مثلا وحشة مرادفها انفراد قلب فؤاد أعلق ألصق تتحول تتغير كر مر تنحل أو عفوا تنحل تنفصم البغض المقت إلى غير ذلك واستعمل كذلك الكلمة وجمعها الجامعة الجامعات تاريخ تواريخ أسطور أساطير وطن أوطان دين أديان إقليم أقاليم بلد بلاد إلى غير ذلك ثم أيضا استعمل أسلوب أو الصورة التشبيهية إذن يصبح الإنسان أشبه شيء بذلك الإنسان الأول في وحشته وانفراده يقف وقفة الحزين المتلهف ثم يندفع دفاع الشجاع المستقتل على المستوى التداولي فمقصدية النص يسعى الكاتب إلى إقناع المتلقي بأهمية بناء العلاقات بين الناس على أساس الإنسانية بصرف النظر عن الاختلاف العقد والانتماء الجغرافي واللغة واللون والجنس وما إلى ذلك فيما يتعلق بقيم النص يحاول النص أن يرسخ قيمة إنسانية سامية ونبيلة تختزل كل القيم العلائقية التي تجمع بين الناس في المجتمع المحدود جغرافيا والعالمي أيضا أخيرا القراءة التركيبية هذا النص ممكن نلخصه كما يلي يتناول الكاتب مفهوم الإنسانية العامة كقيمة ترتبط بالإنسان وحالاته ومواقفه وعلاقاته الخاصة والعامة وتساير تطوره وكوحدة لا تقبل التقسيم ولا تعترف بالفوارق والاختلافات في العقائد والأجناس والألوان واللغات والانتماءات الجغرافية والثقافية وغير ذلك ويؤكد أن غياب الإنسانية العامة بين الناس تترتب عليه آثار سلبية يتأذى بها الإنسان نفسه ويظهر في صورة وحشية وغير إنسانية لا تتقبلها فطرة الإنسان السليمة وفي مقابل ذلك تفرض الإنسانية العامة وجودها في مواقف نبيلة من صنع الإنسان في سبيل أخيه الإنسان دون اعتبار لكل ما من شأنه أن يحدث اختلافا معياريا غير موضوعيا بين الناس إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على حسني المتابعة